اعزائي الطلبة والطالبات اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الاحياء للصف الاول السنوي نسترجع مع بعض احنا وصلنا الفين لحد دلوقتي في المنهج بتاعنا للترمة او الفصل الدراسي الاول احنا اتكلمنا عن اول باب هو الاساس الكيميائي للحياة ومازال في بعض الاسئلة بتجلنا على مواقع التواصل تخص الجزئية دي وهجاوب على الاسئلة اللي جاتني حالا وبدأنا نتكلم الحلقة السابقة عن باب الخلية كتركيب ووظيفة وبدأنا البدايات فقط وهو ما معنى كلمة خلية لكن قبل ما نبدأ نسترسل في درسنا النهاردة ونعرف ايه هي الخلية هنبدأ نجاوب الاول على الاسئلة اللي جات لنا على مواقع التواصل وتخص الباب الاول على وعد ان شاء الله ان الباب التاني لما ننتهي منه ان شاء الله هنعمل اسئلة كتيرة تقيس كل المستويات اللي انت بتدور عليها او كل مستويات التفكير علشان تكون مؤهل انك تواجه الامتحان وانت على ثقة من المادة نشوف طيب اول سؤال جلنا ايه؟ السؤال الاول بيقول لنا علم الدهون توجد في حالة صلبة في درجة حرارة الغرفة الدهون توجد في حالة صلبة في درجة حرارة الغرفة خليك فاكر ان انا عندي لبيدات البسيطة ثلاث انواع عندي زيوت وعندي دهون وعندي شموع كان ايه اللي بيميز كل حاجة فيهم؟ ليه الزيت بيوجد في حالة سائلة وليه الدهون بتوجد في حالة صلبة؟ الدهون توجد في حالة صلبة لان الدهون بتتركب منه احماض دهنية مشبعة متحدة مع الجلسرول خليك فاكر اللي بيميز الزيوت عن الدهون الاحماض الدهنية هل هي مشبعة ولا لا؟ وإحنا وإحنا بنتناول الجزئية دي وممكن ترجع للحلقة دي مرة تانية قلنا ان الزيوت مواد سائلة ليه؟ أصل المواد السائلة دي تتكون من الاحماض الدهنية بس غير مشبعة متحدة مع الجلسرول وساعتها أوضحناها وقلنا غير مشبعة يعني عدت زرات الهيدروجين فيها قليلة وفصرتها للكيميائيا وقلت لك أصل روابط الكيميائية اللي هتكون موجودة بين زرات الكربون وبعضها غالبيتها بتكون ربطة تساهمية سنائية علشان كده لما بنيجي نرفع درجة حرارته ونبدأ نمده بغاز الهيدروجين بيبدأ يتشبع ويتحول إلى دهون افتكر لما تيجي تقرأ على علبة سمن هتبصت لأي مكتوب عليها ايه؟ زيوت نباتية مهدرجة يبقى أنا فهمت مهدرجة دي يعني متحدة مع الهيدروجين إنها تتحد مع الهيدروجين ده معناه إن روابط اللي كانت موجودة روابط تساهمية سنائية كان عدد دولات الهيدروجين قليل فبالتالي كسفته قليلة يبقى إجابتنا ايه؟ هتقول نفس التعريف لأنها تتكون من أحماض دهنية مشبعة متحدة مع الجليسرول شيل الدهون وحط الزيوت يبقى أحماض دهنية غير مشبعة متحدة مع الجليسرول طبعا إحنا بنلجأ لشرح كيميائي عشان أنا عايزك تفهم زي ما اتفقنا وحطو عارفين طبعا أكيد إن الأسئلة مش هديلك مقالية أو مش هتيجي تقيس مستوى التذكر فقط لأ أنت مطلب أن أنت تفهم يعني إيه كلمة مشبعة يعني إيه كلمة غير مشبعة دور في بنك المعرفة دور في مباحث العلم علشان تعرف معنى ده إيه؟ أسئلتك هتيجي بتدور على مستوى تفكيرك على مستوى تركيزك فمتاخدش الكلام سطحي حاول تفهم معاني الأمور ومعاني كل كلمة وإحنا تعودنا من أول حلقاتنا إن إحنا بنفصل كل كلمة لو أنت بتبعنا إن شاء الله ما فيش حاجة توقف معك يبقى ده كان أول سؤال السؤال الثاني بيقول العنب وسكر الجلوكوز والنشا رتب المواد الآتية من حيث سرعة الحصول على الطاق جاب لي عنب وجاب لي سكر الساكروز وجاب لي النشا بيقول لي رتبهم من حيث سرعة الحصول على الطاق طي تعال نشوف كل حاجة دي عبارة عن إيه؟ إيه هو العنب؟ العنب ده سكر الجلوكوز ما هو سكر الساكروز؟ ده سكر سنائي يعني الجلوكوز متحد مع فاركتوز ما هو النشا؟ ده عديد التسكر واخدت بالك طبعا وإحنا بنشوح الجزئية دي لما قلنا الجسم عندما يلجأ للحصول على الطاقة أروح الأول أجيبها من السكر الأحادي ما فيش سكر أحادي طيما تروح دور على الـ ATB ما فيش ATP طيما تروح شوف السكر الساكروز وحوله إلى سكر أحادي ما فيش روحة النشا يعني أنا لو حبيت أرتبهم على أساس سرة الحصول على الطاقة طبعا هيكون رقم واحد العنب ثاني حاجة الساكروز ثلاثة النشا ليه؟ الجسم عشان يلجأ إلى حرق سكريات لازم يكون السكر ده في سور السكر أحادي افتكر الكلمة دي لازم يكون سكر أحادي يعني أنا ببحث عن الجولوكوز عن الفاركتوز عن السكريات الأحادي إذا لم يتوفر السكر الأحادي وأنا هلتزم بالثلاث نقط اللي مكتوبين أروح أجيب السكر السنائي بس على بالمحاول السنائي الأحادي أفتكو أعمل له عملية تحلل وحوله إلى سكر أحادي أخذ فترة زمانية وهو قال لي الأسرع ما بالك بقى لو لجأت إلى النشا هياخد فترة زمانية أطول يبقى لما جاء يرتب السكر الأحادي الأول ثم السنائي أكيد ثم النشا لكن لو جيت أقول جسمك عندما يلجأ للحصول على الطاقة هيدور عليها إزاي هالموضوع هيختلف هقولك هبحث عن السكر الأحادي في الأكل مفيش طب ما نجيب ATP يمكن يكون السكر ده تم هدمه تم احتراقه وخزنة الطاقة الناتجة عن عمليات أكساته دي في جزئات الـ ATP مفيش ده أنا بقى لي فترة صايم فرضا طب روح هات الجليكوجين الجليكوجين المخزن في الكابت هاته وحوله إلى سكر أحادي وابدأ أحصل منه على الطاقة فرضا ما فيش أنا بعمل ضايت يلجأ إلى حرق الليبيدات أو الدهون بس إمتى عندما ينفذ جسمك من كل الكاربوهايدرات أو من كل صور الكاربوهايدرات أحادي وATB طاقة مخزنة وجليكوجين كاربوهايدرات مخزنة برضو لسه في بعض الطلبة بتاسأل إيه الفرق من الـ ATP والكاربوهايدرات كلا هما صور تخزين قل لي بالك من المعلومة يريد تكون بتسجل ورايا كلا هما تخزين أو صور تخزين ولكن الـ ATP تخزين طاقة بمعنى ده أنا جبت السكر وحرقته والطاقة النتجة عنه خزنته في الـ ATP لكن لما قولك أنا بتكلم عن الجليكوجين في الحيوان بتكلم عن النشع في النبات طب ما تخزين بس تخزين إيه؟ كاربوهايدرات أنا خزنته في صورة كاربوهايدرات معقدة لم يتم تحللها بعد يبقى اللي اتنين صور لكن في صورة تخزين طاقة في صورة تخزين كاربوهايدرات نشوف السؤال الثالث اللي بيقول جميع ما يلي ينتج من التحلل المائي للليبيدات عدة الكوليسترول التوستستيرون البروجستيرون الفوسفوليبيدات كل دول بينتجوا من التحلل المائي معادة مين؟ للليبيدات طبعا معادة الفوسفوليبيدات ليه؟ أصل الفوسفوليبيدات دي ليبيدات معقدة بتنشأ نتيجة استبدال الحمض الدهني رقم 3 بمجموعة الفوسفوات فسمناها فوسفات وكولين طبعا هتقولي بس احنا ما درسناش التوستستيرون والبروجستيرون تمام تعال نمسكوا من نقطة القطة الكوليستيرون ايه دي؟ دي ليبيدات مشتقة وهو قالك تنتج من التحلل اللي بقى دي معانا التوستستيرون والبروجستيرون انت درستهم في مناهج الصفوف الاعدادية انه منوع من انواع الهيرمونات طب ايه علاقة الهيرمون بالليبيدات ما احنا عارفين لما جينا قلنا المشتقة قلنا امثلتها الكوليستيرون والهيرمونات او الاستيرويدات فمش لازم اجيب لك السؤال واضح ويقول لك هرمون او استرويد ممكن اجيب لك اسم هرمون طب ما انا ممكن اقول لك بدل التوستستيرون والبروجستيرون اقول لك اي اسم تاني السيروكسين هتقول لي ما خدتوش ما انا خدته في البروتينات وعرفت ان هو هرمون هرمون بيفرز من الغضة الدرقية ما احنا اتفقنا مش هيجي لك السؤال واضح واضح العيان كده لازم هيدور على مستوى تفكيرك ومستوى معلوماتك شكلها ايه يبقى خليك متذكر ان ليبيدات المشتقة بتنتج بالتحلل المائي للليبيدات البسيطة او المعقدة مثل الكوليسترول والهرمونات او الاسترويدات اخذ سؤال جانا في مواقع التواصل معلش طولت عليكو بس عشان احنا اتفقنا من الحلقة السابقة اي سؤال يقف معاك ابعته لي على مواقع التواصل في مدرسة على الهوى او في جروب سر التفوق وانا هجاوب لك عليه السؤال الرابع بيقول الطاقة المستخدمة لاتنام العمليات الحيوية مصدرها السريع خلي بالك قال السريع اختياراته كانت النشويات الدهون البروتينات السكر الاحادي طبعا ايجابتنا هي السكر الاحادي وتقريبا لسه ذكرينها حالا يبقى عشان اروح اجيب الطاقة السريعة او علشان احصل على مصدر سريع للطاقة زي ما اتفقنا هات السكر الاحادي الاول مش موجود طب الجأ الى الاتبي مش موجود الجأ الى الجريكوجين ثم في النهاية الجأ الى الليبيدات او الدهون كده يبقى جاوبنا على اسئلتكم اللي وصلت لنا ونبدأ نكمل حلقتنا بنتكلم عن ايه احنا بدأنا الخلية كوحدة بناء ووظيفة طيب تعالا نفتكر قلنا ايه عشان نبدأ نكمل موضوع النهاردة اللي هيتكلم عن المايكروسكوبات او المهاجر وتركيب الخلية نسمع دائما عن المجهر ايه المجهر ده لو تفتكر معايا الحلقة السابقة تكلمنا عن ايه قلنا الخلية دي وحدة بناء وده كلام احنا عارفينه وزودنا عليها انها وحدة وظيفة ايضا ليه لان الخلية هي اساس وظيفة الانسجة ثم الاعضاء ثم جسم الكائن الحي ككل وخدنا بعض الامثلة وعرفت ان ممكن شكل الخلية يختلف على حسب مكانها وعلى حسب وظيفتها طبعا لان اكيد مكانها منصق مع وظيفتها او بيتناغم مع الوظيفة بتاعتها على سبيل المثال اصغر الخلية ادينا بنفتكر البكتيريا عشان تقدر تنتشر طب اطبر الخلية بايدة النعامة الغير مخصبة اصلها مختزة للغذاء موضوع بسيط وحدوتة طب اطول الخلية العصبية عشان تستطيع استقبال الرسائل من جميع انحاء الجسم للجهاز العصر المركزي والعودة طيب الخلية التي توجد في سورة تجمعات وسطوانية العضلية عشان تلائم وظيفتها في الانكباض والانبساط وتكلمنا بعد ذلك عن بعض العلماء اللي ليهم اسهام في اكتشاف الخلية وعلم الخلية وهم روبرت هوك فحص بعد انسجة النبات مثل الفلين ويرجع له الصقف انه هو اول واحد قال كلمة خلية جيه فان ليفن هوك مكتشف الكائنات الدقيقة صنع مجهر اهو يبقى ممكن اقول دي بدايتنا النهاردة بداية الصناعات وعلى فكرة روبرت هوك صنع برضو مجهر صنع مجهر قوة تكبيره 200 مرة قدر الحجم الطبيعي حاجة رائعة جدا عدسات زجاجية وكون مجهر اكتشفت بيها ايه يا فان ليفن هوك اكتشفت بيها ان فيه كائنات مجهرية لطورة بالعين المجردة فحصت الدم عرفت ان فيه خلاية دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية تسبح فيه مادة بين خلالية واطلقت عليها البلازمة اكتشفت ان فيه كائنات دقيقة بتعيش في ميات البرك والمستنقعات باكتيريا واميبة وخلافه يرجع له الفضل في حاجات كتير مكتشفت كائنات المجهرية علمنا فان ليفن هوك جيب عليه شلايدن ما توقفش عند كلمة روبرتوك لا ده بدأ يتحسس الموضوع وراه بدأ يمشي وراه بدأ يجرب على كل النباتات اللي وصلت ايده ليها وفحصها وعمم ده هو بنعتبره مؤسس للنظرية الخلوية قلت ايه يا شلايدن انا قلت ان جميع النباتات تتكون من خلايا هايل جيب عدي شوان العالم تيودور شوان عملت ايه يا شوان ايه اسهامك انا عملت نفس اللي عمله شلايدن بس في علم الحيوان انا فحصت جميع الانسجة الحيوانية ووصلت النفس النتيجة تتكون من خلايا طيب وانت يا فرشو عملتنا ايه جمعتك اللي قالوه العلماء الصابقين قلت تلمنت قلت نباته حيوان مكون من خلايا اذا جميع الانسجة او جميع الكائنات الحية هتتكون من خلية اذا الخلية وحدة بناء للكائن الحي ووحدة وظيفة ايضا بس ده اللي قلت يا فرشو لا انا اضفت معلومة كمان قلت لنا ايه قلت ان الخلايا الجديدة بتنشأ او تنبسك من خلايا كانت سابقة هايل عرفني الجلد اللي نشألي جديد بعد حدوث جرح قطعي جه نتيجة ايه عرفت ان ده ما بيتمش خليكة هنا لا لا انا مجرد ان الخلايا دي بدأت تنقسم في موضع الجرح او القطع وكونت انسجة جديدة وختمنا معلوماتنا بعد شوكل طبعا لعلمائنا ان في نظرية بدأوا يبندوا فيها او يحطوا فيها بنود النظرية الخلوية وكاد بتعتمد على ثلاث نقاط وهم الخلية واحدة بناء وظيفة الكائنات الحي بجمع اللي قلته تاني الخلية او اي كائن حي بيتكون من خلايا ايا كانت منفردة يعني وحيد الخلية او متجمع والخلية الجديدة تنشأ من خلايا اخرى قديمة كلام جميل تعال بقى للمجاهر هبدأ اتكلم عن المجهر والميكروسكوبات طالما الخلية حاجة مهمة وكلنا عاملين نقول الخلية الخلية طالما لازم اعرف ايه الخلية اللي تتكلموا عنها دي عبارة عن ايه تركبها من ايه الحلو والشيك والممتع في هذا الباب ان احنا ان شاء الله بقى من الحلقة القادمة هنبدأ ندخل بيك في رحلة داخل الخلية مرورا بالبوابات والاخشية وندخل على المادة البين خلوية او المادة اسفة السايتوبلازمية او البروتوبلازم وابدأ ادخل على عضيات وادخل كل عضية شكلك ايه انت فين وظيفتك ايه باب في منتهى المتعة وطول ما انت بتدرس مادة علمية ده اساس هيفضل معاك لغاية ما ان شاء الله تتخرج لنا كده عالم او طبيب او كيميائي او اي ان كان وجهة اللي ربنا هيوصلك لها تعالى نفهم بقى اه ده انا عايزة افحص خلي بالك ان الخلية دي تقاس بالميكرون واحد على الف من الميلي يعني حاجة دقيقة جدا 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 بشكل عام ما تقوليش ما انا شفت بايدة ان عامة دي كانت خلية اوكي لكل قاعدة شوازها لكن الطبيعي ان المجاهر دي بتبصدح لي او بتكبر لي حاجات انا ما كنت شايفة او يمكن حاجات انا كنت شايفة بس مش قادر ادخل في تفاصيلها موضوعنا النهاردة بيتكلم عن المجهر او المجاهر او الميكروسكوبات اللي احنا بنعتبرها ادوات واجهزة معينة للابصار بتعني زي التليسكوب لما اخترعوه عشان ابص على الاجرام السماوية زي الميكروسكوب لما اخترعناه علشان نبدأ نبص على الكائنات الدقيقة او الكائنات اللي تروا بالعين المجردة او اللي شايفها بس محتاج ان انا ادخل في تفاصيلها واعرف فيها عبارة عن اين تعالى زي ما احنا متعودين نقرأ هنتكلم عن ايه في المجهر وبعد نبدأ نشوفه وحظنا حلو النهاردة قدرنا نوفر ميكروسكوب بسيط نموذج لكن هو طبعا بيكون صور علشان نشوف تركيبه ايه معاكو ونفحص اجزائه طيب احنا بنتكلم عن ايه الخلية هيصعب رؤيتها ورؤية محتوياتها بالعين المجرد اصلها صغيرة جدا جدا ليه صغيرة دقاس بالميكرون صعب ان انا اشوفها عشان تقدر تلاقي موظفتها علشان كده طالما اكتشفنا الخلية لازم ده يرتبط بعلم المجهر او باختراع المجاهر عشان نبدأ اشوف محتوياتها وطبعا المجال ده تطور بشكل رهيب جدا الصورة اللي تحت ديه صورة الميكروسكوب او المجهر طبعا هنشوف اكتر منه عندي نوعين من انواع الميكروسكوبات فيه ميكروسكوب ضوئي ده اللي متوفر معنا النهاردة وفيه ميكروسكوب الكتروني ضوئي والكتروني طيب هنبدأ نتكلم عن ايه اكيد هنبدأ بالمجهر الضوئي هنبدأ نتكلم عن الميكروسكوب او المجهر الضوئي عبارة عن ايه اولا ايه فكرة عمله ده بيعتمد في عمله على ضوء الشمس او ضوء القهربي بمعنى علشان اقدر افحص عينة او شريحة على المجهر بتاعي لازم يكون عندي ميكروسكوب بتاعي قدام مصدر ضوئي ياما هحطه قدام الشباك علشان اعتمد على ضوء الشمس او مصدر قهربي هستخدم عدسات ايه في الفحص هبدأ استخدم عدسات زجاجية عينية وشيئية وحالا هنفهم يعني ايه عينية ويعني ايه شيئية يبقى فكرة عمله ان انا عايز اشتغل على ضوء الشمس او المصدر القهربي مو عشان كده سموه مايكروسكوب ضوئي او المصدر القهربي او ضوء الشمس زي ما اتفقنا هتستخدم عدسات ايه زجاجية اكيد محدبة اكيد عشان تجمع الصورة بنوعيها عينية وشيئية تمام طيب تعال نشوف وظيفته ايه الميكروسكوب ده بيكبر الكثير من الكائنات الضقيقة كائنات ضقيقة جدا ممكن اكون شايفها وعايز اوصل ليه جزئيات فيها ممكن اكون مش شايفها اساسا ما احنا عندنا فان ليفنهوك مكتشف الكائنات الضقيقة ممكن افحص كائنات ضقيقة حية وممكن افحص اشياء غير حية ممكن افحص الاشياء كبيرة الحجم بس لازم اقطعها الى شرائح رقيقة يعني ايه يعني انا عايزة افحص مثلا قطاع في ساك نبات ما قطاع في ساك نبات علشان افحص قطاع ساك النبات دي لازم اجيبها رقيقة جدا جدا طبعا بدايات ازاي تتعلم ان انت تكون شريحة او تكون عينة بنبدأها بالبصل البصل اصله افسط نبات واقدر اكون عينة منه بسهولة كنسيج نباتي ازاي لما انقطع البصل وتجيب الجزء المتشحن فيه اللي هو لحم البصل الابيض ده بملقت كده وتعالى فيه البصل من جوه في الشحمة او المادة الغذائية البيضة دي وشد بالملقت هتلاقي فيه غشاء رقيق كده ابيض خفيف خالص او يكاد يكون شفاف شبيه بيحيد بزلال البيض اكيد اغلبنا وصله او شفته بنحط قطرة مية على الشريحة والشريحة هنوريها لكم حالا حاجة زي كده قطعة زجاجية بسيطة جدا لا يتعدى سمكها حاجة خفيفة جدا هنجيب الشريحة الزجاجية دي وبحط عليها نقطة مية ودى احط عليها الشريحة البصل اللي انا هستخدمها وحط عليها نقطة مية كمان نزوم ان انا عايزة افردها لو انا محتاجة اشوف حاجات جوا الخلية قط نستخدم اصباغ ممكن استخدم سبغة عشان تعمل لي وضوح علشان تعمل لي تباين في الصور وبعدين بيرجع فيه حاجة تانية صغيرة كده ازاز هبدأ احطها عليها بنسميها غطاء او كفر بقى عندي شريحة وعندي كفر عشان احميها وهنحط الكفر دا على العينة كده اصبحت عينة جاهزة معايا طبعا انا ممكن اوريكو حاجة ابسط طبعا اللي انا بتكلم عنه دا لما كنا عايزة اعمل شريحة كبيرة مفيش مرة حد مننا راح يصلح ساعة ولقى الراجل اللي مسك الساعة دي مسكلك عدسة حطها في عيني كده وبدأ يفحص دي ايه دي عدسة محدبة عشان تكبر له الصورة حاجة شبيهة باللي في ايدي دي عدسة على فكرة يعتبر مايكروسكوب بس مايكروسكوب بسيط دا مايكروسكوب لكن مايكروسكوب بسيط اصله عبارة عن عدسة واحدة بس بيبدأ يحطها قدامي الحاجة اللي انا عايزها مثلا عشان ابدأ اقرأ او عشان يوضح لي شكل التروس وخلافه لكن انا بتكلم عن كيفية عمل شريحة بص بقى كده معاي على الشريحة اللي قدامي دي علشان اعمل الشريحة دي عملت ايه دي بتسمى شريحة هنجيب العينة اشرة البصرة زي ما اتفقنا قطاع في صاق بس حاول ترقق اوي 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 ودأ حطها على الازازة بتاعت دي او على الشريحة بتاعت دي وبنحط نقطة مية عشان افردها وبنحط كمان نقطة اي سبغة ازرق ميسيلين يود ولو تلاحظ في غطتان صغير قفر عليها نوع من انواع الحماية بيبقى دي العينة كده اصبحت جاهزة للفحص طيب هفحص ازاي هفحص عن طريق الميكروسكوب اهو ده الميكروسكوب المركب مجهر او ميكروسكوب مركب بيتكون من اين بص معايا كده بيتكون من دي القعدة اللي بيرتكز عليها المجهر بتاعي او الميكروسكوب فوق القعدة على طول هتلاقي في عندي ميراية انا بحركه عشان يبان معايا ميراية ليه مهمة او ان انا افهم كل حاجة عندي ايه عملها ايه وظيفة الميراية دي انت عارف ان المرأة المستوية بتعكس الضوء اهو انا بحاول اعكس اضاءه هتعكس الضوء ولما تعكس الضوء هتقع على المنصة اللي قدامي دي اهو بحاول اميل عشان يبان معايا اسمها منصة المنصة دي فيها سكب اهو بحاول ان انا ادخل صبعي عشان تشوف السكب ده فين اهو فيها سكب ليه علشان انا هحط العينة اللي انا جهزتها دي على المكان ده ده ايه لانا رفعته ديك لبسات ديك لبسات يبقى انا عندي ميراية مستوية عندي المنصة وفيها سكب وفيه كليبسات علشان اقدر اعمل بها تثبيت للشريحة هون جايبة الشريحة بتاعتي فرضا حطتها كده هبدأ اسبت بالكليبسات اهو انا كده حطتها في مكانها ومسكتها بالكليبس بس حطتها فين ده انا لازم لما اجي احطها احطها قدام السكب مباشرة انا شايفة بعيني العينة اهي فقمت حطها امام السكب اللي احنا اتفقنا الميراية قدامه واحد احرك في الميراية يمين شمال فوق تحت ليه هتعكس الدق يمر من خلال السكب يسقط على العينة يبقى بديهي العينة دي لازم تكون ايه راقيقة جدا شرائح راقيقة جدا جدا ليه تخال انت لو جبت قطعة سميكة هنا هل الدق هينفز لا هتيجي تفحص بالعادة سبب تاعتك هتلاقيها سودة انا مش شايف حاجة يبقى علم ليه لازم ارقاها الى شرائح راقيقة جدا علشان ينفذ الدوق خلالها ده التعليل طيب وبعدين سببتها خلاص عندي هنا دي الكتعة الانفية دي مربطة فيها او مسبت فيها عدسات اللي انا مسكة واحدة منهم اهو عدسات شيئية بتسمى شيئية لان بيوضع امامها الشيء المراد فحصه اهو الشيء انا بفحصه بعدسة شيئية دي سميناها قطع عنفية متحرك ايه ده انا بعمل ايه اصلها ليها تلت عدسات شيئية عندي تلت عدسات شيئية دي واحدة ودي التانية ودي التالت تلت عدسات شيئية محدبة طبعا ليه طيب علشان كل عدسة منهم لها قوة تكبير تختلف عن الاخرى لما تيجي تفحص عينة بتاعتك الاول هجيب اصغر قوة تكبير بص انا بحرك القطع لانفيها ازاي ممكن تكون سمعت معانا التكة اللي ظهرت دي دي معناها ان العدسة دخلت في مكانها مظبوطة جاهزة للفحص ابدأ ابحص بقى اوبانت خلي بالك ان الميكريسكوب ده هيكبر لي 1500 مرة قدر العين فان ليه بنهوك كلمتين وقلنا حاجة رائعة اش حال ده بقى 1500 يعني عايزة اقول لك المساحة اللي انت جهزتها دي تكاد تكون بحر قدامك انت بتبحث عن حاجة انت حطتها في مساحة كبيرة جدا تحت المجهر بنقض ندور عليه وصلت لها خلاص عرفت مكانها بالعدسة دي ابدأ اجيب قوة تكبير اللي وراه بص القطع الانفيها بتتحرك معايا عشان اجيب العدسة اللي وراه كأنك بتعمل زوم على الصورة بالزبط وصلت للعينة او كبرت العينة شوية فرضا انا بحص عفن خبز مثلا شفت الكور او شفت الحوافز الجرسومية لعفن الخبز طب انا عايزة اشوف الحفزة وهي منفجرة ومخرجة لجرسيم كبر اكتر الله بانت جدا كبر اكتر بانت الحفزة الجرسومية وبانت جرسيم اللي خارجة منها في القطعة الانفية يمكن نسموها انفية عشان هي في منتصف المجهر مسبت فيها ثلاث عدسات شيئية اللي هي القطعة الانفية كل عدسة منهم زا تقوة تكبير تختلف عن الاخرى بتتحرك عن طريق الحاجة اللي قدامنا دي عاملة زي اللي ايه التروسة هوت علشان تثبت فيه مكان طيب وبعدين كمل معايا هطلع على القصبة دي القصبة في نهايتها عدسة اهي عدسة بقول عليها عدسة عينية قصبة وعدسة عينية طب ده انت سمت ده شيئية عشان قدام الشيء يبقى دي عينية ليه هينظر منها عين الفاحص اللي بيتفرج او اللي بيفحص هيحط عينه هنا فسموها عدسة عينية تخيل انت كده تكبرت الجسم كم مرة انت انكبرت ومر عن طريق الشيئية فظهرت له صورة في القصبة دي وهذه الصورة تعتبر بمثابة الجسم للعدسة العينية فقعد التكبير ومرة اخرى اذا انت كبرته مرتين مرة بالشيئية ومرة بالعينية علشان توصل لقوة تكبير عالية طيب اكيد اللي معانا دلوقتي عمال يقول ايه بقى اللي قدامها ده ايه الزرار ده ده بيسموه الضابط بص كده لاحظت بيعمل ايه ضابط على فكرة ده طبعا نموذج مصغر لكن في بعض ضابط كبير وضابط صغير ليه وظيفته الضابط طيب بيحرك المنطقة دي كلها قربا او بعدا عن العينة بتاعتي ليه نوع من انواع الاضاح اصلا ممكن غير مستوى الاضاءة ممكن غير المسافة عشان توصل لاوضح صورة عشان اوصل لاوضح صورة يبقى الضابط ده عمل ايه حرك القصبة كلها بعد بستيها الشيئية والعينية علشان اوصل لافضل واوضح تركيب المجهر بتاعنا لو نقوله تاني بقى بسرعة عندي اول حاجة القاعدة بتاعتي القاعدة اللي هتحمل عليها المجهر كله القاعدة اعليها على طول في عندي مرقاة مستوية وظيفتها انها تعكس الاشعة الضوئية علشان تسقط على الشريحة عشان لو قال لي علل ليه توجد مرقاة مستوية في المجهر دي بتعكس الاشعة الضوئية ايا كان بقى ضوء الشمس طبعا انا عادي اشتغل بالليل مش هعرف اشتغل عشان ضوء ربنا مش موجود لا ضوء المصباح القهربي موجود هحط قدام لما زي ما انا عاملاه حاليا او في مجاهر تانية المنطقة دي بتتشال ومثبت مكانها هنا تحت مصباح وعن طريق زرار قال التحكم اقدر انور الاضاءة ده في حال لو هستخدمه بالضوء الصناعي لكن اللي معايا هنا مراية عشان يعكس الدوء عكسنا الدوء منصة والمنصة فيها سقب والسقب ده علشان ينفذ من خلاله الاشعة الضوئية عشان تعمل ايضاح وتباين لمحتويات الصورة جاهزتنا العينة بتاعتي واتفقنا هجهزها ازاي وقمت مغطيها بالكفر كنوع من انواع الحماية كده اصبحت جهزة وضعتها على المنصة قدام السقب بالزبط عشان عارفة ان الدوء هيسكت فينور الشريحة نوع من انواع طرق الابصار او الاضاح دخلنا على المنطقة العلوية لقيت عندي قطعة انفية في منتصف المجهر مسبت عليها تلات عدسات شيئية مختلفة في قوة التكبير وطبعا مسموح بالحركة بتاعتها علشان اسبت على العدسة اللي انا عايز افحصها او قوة التكبير اللي انا محتاجة بعد كده القصبة هتوصلني لعدسة عينية والعينية علشان هينظر منها الفاحص علشان تبدأ تديني اضاح او تكبير للصورة ما تنساش عندي الكليفسات اللي بيها هقدر اسبت العينة بتاعتي او الشريحة بتاعتي وبكده نكون وضحناك ويسقوي التركيب بتاع المجهر كو انت شريحة وعرفت هستخدم الشريحة ازاي هحطها فين ما تنساش ان دي عدسة بسيطة بنقول عليه ميكروسكوب برضو بس ميكروسكوب بسيط لكن انا استخدمت المجهر المركب بتاعي وعرفت تركيبه ايه تعال بقى نشوف الكلام النظري اللي انا مطالب بيه هتقول لها ما عنديش امتحان عملي ما عندكش امتحان عملي اوكي تمام بس هتجيلك اسئلة تخص العلم او المواد العلمية او نقدر نقول الاسئلة العلمية ازاي تكشف العدسة كذا اسئلة تخص الامتحان العملي في الامتحان النظري اوعى تهمل الجانب العملي المواد العلمية احياء كيميا لازم يكون عندك جانب عملي علشان حتى يسبت معاك المعلومة العلم قال ان كل ما اشتركت اكتر من حاسة في توصيل المعلومة كل ما كانت المعلومة دي اكتر سباتا في الزهن او في العقل يعني لما اكيد شفنا الميكروسكوب مع بعض وحرقنا وشفنا بكون ازاي وبعمل شريحة ازاي اعتقد لما بلمس حاجة بايدي وبشوفها بعنايا اكيد اكيد مش هقدر انساها طيب نكمل تاني الكلام النظري بتاعنا عرفت المجهر عمل ايه المجهر فحص الاشياء كبيرة الحجم اللي انا عايزة اقسمها ليه شرائح صغيرة زي ما تفقنا هقطع ارق حاج علل يجب عند فحص اي عينة عن طريق المجهر جدد زي ما انت شفت يبقى ليه علشان ينفس خلالها الضوء فيسهل ايه يسهل فحصة تعال بقى نشوف كده الصورة اللي معانا للمجهر بتاعنا ونقدر من خلالها برضو نقدر نحدد المحتويات اكيد ده اكثر تحديسا لو تلاحظ اول معلومة هتاخد بالك منها ده فيه عدستين عينية على حسن المكان ممكن افحص وانا قاعد ممكن افحص وانا واقف يبقى ده المجهر بتاعي هنبدأ نقسمه حتة كده مع بعض اول حاجة العدسات العينية اهي فصلتها لك اللي اتنين دول عدسات عينية ايه الفارق بينهم لو انا واقف هبص من الفردية ولو انا قاعد مكاني وعايز افحص وانا قاعد بنبص من العدستين التانيين يبقى دي عدستين عينيتين او العدسات العينية طيب نكمل في ايه تاني خدنا بنا منه اساسياته الشيئية فين العدسات الشيئية اهي بص كده عملتلك عليها زوم كبرتها لك فصلتها لك ثلاث عدسات الشيئية كل عدسة لها قوة تكبير مختلفة موجودة في القطعة الانفية للمجهر كل ده هحطه فين بص بقى المنصة عندي منصة تربيزة المنددة او المنصة اهو طلعتها لك وحدها دي المنصة اللي فيها سقب علشان احط عليها العينة بتاعتي نرجع لميكروسكوبنا تاني فين المراية او المصدر تعالى بص المصدر الكهرابي او المرقاة فين اهو فصلتهم لك لوحدهم وكبرتها لك عندي مراية ولو تلاحظ اللي تحتيها دي لمبة يبقى مراية او لمبة المراية طبعا دي هتتحرك اهو واللمبة اللي انا وشعلها بالموز دي ات لو عندي مصباح قهربي اعتقد كده الميكروسكوب خد حقه تمام طيب تعالى بقى نشوف بعض الكلام النظر اللي بيجيني هن قوة تكبير المجهر الضوئي بيكبر اشياء قد ايه واحنا بنفحص قلتلك ممكن اوصل لألف وخمسمائة مرة قدر العين او قدر حجمها الطبيعي ماينفعش اكتر من كده لا 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 هتبقى مش واضحة عفلة ما تيجي تكبر الصورة وتظهر لك بهتة هتلاقيها اصبحت غير واضحة هي قوة تكبير والف وخمسمائة ماينفعش اكتر من كده ليه هتبقى الصورة بتاعتنا بهتة اقدر ابحثها او اقدر احسبها قوة تكبير المجهر هتتحسب ازاي اه هنعمل قانون صغير كده نكتبه مع بعض قوة تكبير المجهر الضوئي هتساوي قوة تكبير العدسة الشيئية في قوة تكبير العدسة العينية يعني ايه ما احنا اتفقنا لما جيت اكبر كبرت ازاي كونت صورة بالشيئية اعتبرت بمثابة جسم العينية رجعت اكبرت تاني يبقى انت اكبرت كم مرة ايه الفارق بين العدسة المفردة اللي شفناها الواحدها وبين المجهر المفردة ده ميكروسكوب بسيط عدسة محتبة قوة تكبير محدودة لكن المجهر انت كبرت مرتين قوة تكبير المجهر هتساوي تكبير الشيئية في تكبير العينية طبعا نعملهم في شكل قانون كده ومسلس زي اللي كنتوا دايما بتحلوا به المسائل بتاعت العلوم في الاعداد هعمل المسلس كده واقول ده قوة تكبير المجهر هتساوي قوة تكبير ايه هتساوي تكبير الشيئية في تكبير العينية يعني فرضا قلتلك انا عندي العدسة الشيئية دي قوة تكبيرها مثلا نقول 4 طب والعينية دي قوة تكبيرها فرضا هنقول 10 يبقى قوة تكبير المجهر هتساوي ك 40 عملت ايه 14 افكرك كنت بتستخدم المسلسات دي ازاي في حل المسائل لو انا عايزة حاجة بحطي ايديا عليه اهو شوف كده يبقى قوة تكبير لو عملت كده قوة تكبير المجهر هتساوي ايه تكبير الشيئية في تكبير العينية تمام طيب لو انا عايزة اقول قوة تكبير الشيئية احسبها ازاي قوة تكبير المجهر على تكبير العينية طيب لو انا عايزة العينية احسبها ازاي يبقى قوة تكبير المجهر على عزل الشيئية اللي انت بتبحث عنه شيله با ايديك اعمله عزل با ايديك وشوف القانون هيقولك ايه من شكل اهو تاني قوة تكبير المجهر هتساوي تكبير الشيئية في العينية قوة تكبير العينية قوة تكبير المجهر على على تكبير الشيئية طب لو انا عايزة الشيئية يبقى قوة تكبير المجهر على تكبير العدسة العينية يبقى انا كده قدرت اكبر المجهر او قدرت اكبر العينة بتاعتي وحصلت منها على صورة قوة تكبيرها 1500 مرة قدر الحجم الطبيعي تمام يبقى ده القانون بتاعنا قوة تكبير المجهر هتساوي قوة تكبير الشيئية في قوة تكبير العينية نكمل بقية الكلام النظري عشان اوصل لاوضح صورة واوضح او اعلى درجة تباين هبدأ اعمل ايه لو افتكرت وانا بقول هجهز العينة بتاعت ازاي قلت ايه قلت انا هبدأ اعمل حاجة هحط سبغة ليه السبغة عشان تعمل تباين افتكر معايا عينة البصر اللي احنا شرحناه شفافة ملهاش لون لما اجا فحصها تشوف اي حاجة هعرف اشوف جدر اخشية انوية لا ولا ايه حاجة باين احط قطرة يود احط ازرق مسيلين اي نوع من انواع السبغة يبقى انا هستخدم سبغة للعينات حية او غير حية بس لا يفضل استخدام اصباغ في الخلايا الحية ليه هتقتلها هتقتل الخلية الحية يعني ايه هتقتلها طب نقول رقم اتنين وعدم نرجع للنقطة دي ممكن غير مستوى الاضاءة لو خدت بالك انا قلت يعد احرك الملايين وشمال عشان اوضح صورة انا هبدأ احرك المنصة الفوق والتح بحاول اغير من مستوى الاضاءة تعالى الموضوع ان انا ممكن استخدم سبغة في عينات وعينات تانية لا لو انت عايز تفحص عينة وهي حية لا يفضل استخدام اصباغ هتقول لي يعني ايه عينة وهي حية دلوقتي هما ازاي ادروا العلماء يعرفوا ايه اللي بيتم في الانقسام الميتوزي والميوزي وانا عارفة ان انتو كلكوا فاكرينو النواة قبل الانقسام بيبدأ يحصل لها تضاعف في مادة الصبغيات ودرستوها في المرحلة الاعدادية ان بيبدأ يحصل طور بنقول عليه طور التحضيري تتضاعف الصبغيات او مادة الصبغيات عشان يبقى كلامنا اكثر دقة وطبعا ممكن تفهم الكلام ده ترمج جاي والسنين لبعد كده طب ده ضاعف مادة الصبغيات ماشي عرفتم منين طب خليني معاكوا واحدة واحدة ده يحصل طور تمهيدي ده يحصل طور استوائي ولو تفتكر الاستوائي كان بتصطفل صبغيات او الكروم وصمات في منتصف الخليج او منتصف النواة انت شفتوا كل ده ده الغشاء النواة تحلل والكرومات الصفت في النص وبدأ يتكون خيوط مغزل وشفتوا خيوط المغزل هي بتتصل بالكروماتي ده وتفصل ايه ده هو احنا وصلنا للدرجة العلمية دي اه طبعا واكتر منها بكتير العلم لا يتوقف طول ما انت هتدرس مواد علمية هتكتشف ان الدنيا العلم لا يتوقف يعني ايه يعني لازم في بعض الاحيان بحتاج ان انا افحص عينا وهي حية عرفوا منين اني فيه طور استوائي فيه طور انفصالي فيه طور تمهيدي فيه تضاعف كلام دي عرفوا منين يا جماعة الموضوع اصبح اكبر من كده بكتير ده بيقدروا يعرفوا ترتيب الجينات ده رتبوا ده عملوا خريطة للكروموسوم زي ما انت بتعمل خريطة كده للوطن العراج وتعرف مكان كل محافظة ومكان كل بلد ده داخله جوه النواة وجابه 46 صبغة او كروموسوم وجابه صبغ صبغة منهم ورسموله خريطة جين العيون الفلانية موجود في المكان الفلاني جين لون الجلد في المكان الفلاني جين الدم جين وجين ايه ده رسمنا اه اقولك حاجة اكبر ده داخله جوه الجين يشوفه الترتيب الكواعد النتروجينية اللي بتكون الجين ما تقوليش ده يقدر يعملوه بالميكروسكوب الضوئي اكيد لا طبعا فيه الكتروني هنجيله بعد دقايق ده بقى اللي هيدخل جوه كل عوضية فيه تركيب الخلية وشوفه يعبار عن ايه ده داخله جوه البلاستي ده وشوفه محتوياتها انت بتتكلم عن عوضية داخل خلية تقدر بالميكرون يعني انا مش تلاقيها لها وحدات قياس زهني مش جايبها وبقدروا عليها يبقى طالما فيه حاجة لازم تكون حية انا عايزة اشوفها هي بتنقسم عايزة اشوف اميبة وهي بتمشي بالاقدام الكاذبة اوعى تستخدم صبغة يبقى فيه سؤالين عكس بقى ليه باستخدم اصباغ عشان توضح للعينة عشان زيادة الاضاح عشان زيادة التباين يعني ايه كلمة التباين ما انا مش عايزة اعدي كلمة من غير وابقى فهماه تباين يعني فيه عوضية النواة بتاخد الصبغة بكمة علي قوي قوي انت تعرف هم ليه سموا الكروموس مات سبغيات لانها بتستبغ بالصبغة القاعدية اكثر عوضية بتبدأ تكتسب الصبغة دي او تاخد الصبغة وتبن قوي هي النواة فيه عوضيات تانية فيه واحدة تاخد الصبغة اقل شوي فيه واحدة مش هتاخد خالص فيه وفيه وفيه عمل وتباين لمحتويات الخلية باستخدام الاصباغ يبقى انت ليه بتستخدم سبغة عشان وضوح الصورة عشان اعمل تباين بين عوضيات ومحتويات الخلية عايزة اميز بين الجدار الخلوي اللي هندخل عليه بعد دقايق وبين الجشاء الخلوي هميزهم ازاي محتاج ان انا ادي درجة الوان واضاءة عشان افهم الكلام بس خلي بالك حزاري لا تستخدم الاسفل لا تستخدم الصبغة في عينات حي ليه هتقتل عينا الحي انا عايزة اميزة بتتحرك هتستخدم هي او هتقدر تحطلها صبغة فيها مواد كيميائية طبعا ممكن تقتلها يبقى لا يفضل استخدام صبغة لو انا بتكلم عن عينا ايه حية لكن عادي اي عينة اخرى كأن اه فقط حياته خلاص او ما يهمنيش ان انا اشوف فيه مظهر او وظيفة حيوية خلاص مش اشكالها هنستخدم الاسفل لكن لو انا عايزة اشوف مظهر من مظهر حياته اي وظيفة حيوية بيقوم بيها اه انكسام اه تقاصر حركة وتغزية لا يفضل استخدام الصبغة طيب نكمل بقية الموضوع بتان جينا للنوع التاني وهو المجهر والميكروسكوب الالكتروني اسمه الالكتروني اللي فات كان اسمه ايه ضوئي ولما قلت الضوئي قلنا الضوئي ده بستخدم فيه ضوء الشمس او ضوء القهرب طب وانت بقية الالكتروني هو ده المجهر الالكتروني بفحص عن طريق الشاشة فلوريست او شاشة فلورية هو ده الشكل بتاعه دي الشاشة اللي احنا هنحددها اللي بفحص من خلالها ما عنديش عدسات عيني ما عنديش عدسات زجاجية ده أنا عندي عدسات كهرومغناطيسية طبعا اكثر تعقيدا اكيد هيديك قوة تكبير اكبر قد تصل الى المليون طيب تعال نشوف درسه ايه او هعرف مطالب اعرف عنه ايه بدأ العلماء استخدام الميكروسكوب الالكتروني سنة 1950 مش عايزك تحفظ سرقة من السنين ما احناش مطالبين بالحاجات السورة دي فكرة اعمله دي اللي انا عايزة بقى مهمة استخدام حزمة من الالكترونات ذات السرعات الفائقة يعني ايه العبارة دي هنقدر نتحكم في ان احنا نستخدم الالكترونات والالكترون انا عارفة ان السرعة بتاعته فائقة جدا بمعنى دايما اه علماء الكيمياء بيفسروا او نقدر نقول بيشبهوا حركة الالكترونات حول النواة في زرات العناصر بحركة الرياش المروحة هل لو انا عندي مروحة شغالة الرياش بتاعتها متحركة بمعنى تاني يعني تقدر تقول لي هي كامريشة لا ليه خلاص هي عملت موجة حوالين الشكل بتاعنا عملت موجة تخيل شكل مروحة شغالة موجة حوالي انت منتش شايفها موجة مش قادر تتميز الرياش اتنين ولا تلاتة يعني لو بتوقفها بتقدر تميز الرياش عايزة اقول ايه عايزة اقول ان الحركة بتاعت الالكترون في مداراته حول النواة حركة فائقة تسرعة لا تتخيل ترددها عالي جدا 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 يعني ايه تردد يعني بيعمل لي كم كم وقاع انت درست تردد عادل اتدذات الكاملة اللي بيحدثها الجس في الثانية الوحدة دي ترددها عاليه اوي 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 وبالتالي طولها الموجة قصير جدا فبالتالي تقدر تنفذ داخل انسجة الخلايا عشان تعمل لي نوع من انواع الاضحة يبقى انا هستخدم عدسات كهرومغناطيسية عشان افحص ده حزمة من الالكترونات ذات السرعات الفائقة هستخدم معها عدسة كهرومغناطيسية هتستخدمه في ايه هوضح تراكيب خلوية ما كنت شايفها من قبل كده هوضح حاجات انا شفتها تفاصيل هدخل بشكل ادقى عن التراكيب الخلوية شفت النواة لكن ادرت ادخل جواها شفت البلاستيدة لكن ادرت اعرف تفاصيل داخلية جوا العضية دي يعني ادى لك قوة تكبير اكبر ده قوة تكبير هذا المجهر قد تصل الى المليون اكتر من حجمه الطبيعي مليون مرة خصائصه اكيد عالي التكبير ده مليون اكيد عالي التباين اكيد عرفت كل حاجة الطول الموجي بتاعه قصير اصلي تردده عالي وبالتالي طبعا هستقبل الصورة بتاعتي على شاشة فيلورست انواعه في نوعين من الميكروسكوبات الالكترونية ماسح ومن اسمه بيستخدم في دراسة سطح الخلية كاني بمسح على سطح الخلية من الخارج نافذ هيدخل في تراقيد داخلية جوه الخلية علشان كده سموه نافذ اخر حاجة عايزة المقارنضية عشان تلمير الموضوع فكرة عمل الميكروسكوب الضوئي ضوء الشمس استخدمته او الضوء الصناعي لكن في الالكتروني حزمة من الالكترونات ذات السرعات الفائق استخدمت في الضوئي عدسات زجاجية لكن هنا عدسات كهر ومغناطسية قوة تكبيرها اعلى قوة تكبيري كان 1500 مرة في الضوئي هنا وصلت للمليون الطول الموج هنا طويل في الضوئي وفهمها لك حالا هنا قصير فحصت عن طريق عدسة عينية هنا شاشة في الوريست كوة تباين ومنخفضة لا عالية الوظيفة كبرت اشياء فحصت حاجات انا شايفها بس كبرتها لا ده انت دخلت ده جوه الخلية وجبت تراكيب داخلية جوه الخلية ده انت فحصت حاجات ما كانش موجودة قبل كده قبل ما نختم علشان الكل يبقى فهم يعني ايه كلمة طول موجي هفكرك بحاجة صغيرة لو انا اعتبرت ان دي موجة ودي موجة تانية طبعا انت دارس ان الموجة دي عبارة عن كل موقاع دي موجة تانية هاي هتاخد نفس الفترة الزمنية بتاعتي مطرح ما وقفت وقفت دي ترددها منخفض لكن طولها الموجي كبير دي العدسة العادي او اسفق الضوء العادي الضوء الشمس لكن بص الضوء الالكتروني او شو على الالكتروني بس احنا اتفقنا ان انا لازم ادخل في بواطن الامور هنا هو قال لك ان الميكروسكوب الضوءي الطول الموجي بتاعه طويل اه طول الموجي طويل يبقى انت استنتجد من معلوماتك في المرحلة الاعدادية ان تردده ايه مرخفض فطول الموجي طويل طب لما يقول لي ان المجهر الالكتروني طول الموجي قصير اه فعلا يبقى انت استنتجد من خلال معلوماتك ان ده تردده عالي وده اللي ساعده على النفاذ النفاذ عبر الخلايا وعبر اغشيتها وعبر عضياتها علشان يدي لك قوة تباين عالية يدي لك قوة تكبير عالية يبقى النهاردة اتكلمنا عن الميكروسكوبات وتركيب الخلية وعرفنا ان الميكروسكوبات دي بانوعيها المفروض ان الميكروسكوبات دي عبارة عن اجهزة معينة للإفسار عرفت ده انا عندي نوعين من المجاهر او الميكروسكوبات في مجهر ضوئي وفي مجهر الالكتروني المجهر الضوئي اعتمدت على ضوء الشمس او الضوء الصناعي لكن في الالكتروني اعتمدت على سرعة الالكترونات حزمة من الالكترونات ذات السرعات الفائقة فحصت هنا بعدسات زجاجية محدبة عينية وشيئية فحصت بعدسات كهروماناتسية الصورة كانت واضحة من خلال عدسة عينية انا شفتها لكن هنا من خلال شاشة قاعد على مكتب وقدامه شاشة ولو شفت افلام خيال علمي هتقدر تعرف ان اللي بيستخدموه ده المجهر الالكتروني الطول الموجي ما تنسهوش في الميكروسكوب الضوئي كان الطول الموجي طويل تردده منخفض عشان كده سرعته اقل فبالتالي ما كانش قادر ينفذ ويديك قوة التكبير اللي انت محتاجها كان اخره الالف وخمسمية الارقام دي مهمة لكن في الالكتروني طول الموجي قصير يبقى تردده كبير جدا قادر ينفذ عبر غشية الخلايا علشان يديك قوة تباين وقوة اضاحة اعلى قوة تباين منخفضة في الضوئي عالية جدا جدا في الالكتروني فحص تراكيب يمكن حاجات انا شايفها بالعين المجردة عايز اكثر اضاحة يمكن حاجات مش شايفها زي الكائنات المجهرية زي فان ليفنهوك وعايز اوضحها لكن في الالكتروني قد تكون فحصت بعض العضيات الواضحة او الظهرة ليك من خلال الضوئي ولكن انت ادت لها قوة تكبير او قدرت ان انت تفحصها بشكل قدك ممكن كان في حاجات مش واضحة بعض العضيات الصغيرة ومش واضحة وضحت معايا في المجهر الالكتروني يفوق الالكتروني عن الضوئي بحاجتين ان انا عندي قوتين تكبير في ميكريسكو او مش قوتين تكبير ندرون نوعين من المجهر الالكتروني في مجهر ماسح وفي مجهر نافذ من اسمه ماسح اهو الموضوع مش عايز حفظ الموضوع عايز تشغيل دماغ عايز فيه ماسح اقصت بيفحص سطح الخلية من الخارج قدروا يفحصوا شكل كرة دم بيضاء او حمراء نقول بيضاء شافوا كرة دم عرفوا شكلها ايه هل هي شكلها دائري ولا ملها الشكل سابت هي عندها لونها ايه بس كده ده الماسح لكن عشان ادخل جوه واشوف هي عندها عضيات طبعا ده انا هو لا ده بقدر اعرفه من النافذ اصل النافذ هينفذ نفذ داخل العضية نفذ داخل الغشاء عشان يديك قوت تكبير ايه اعلى هو ده بقى اللي ممكن يوصل للمليون قدر الحجم الطبيعي يبقى عندي ماسح وعندي نافذ مهمة اوي اوي المقارنة والجدور النهائي للمقارنة بين المجهر الضوئي وبين المجهر الالكتروني تمام انا ليه بفحص بقى ليه بعمل كل ده عشان انا بتكلم عن حاجة مهمة جدا الا وهي الخلية الخلية الوحدة البنائية الخلية وحدة الوظيفة للكائنات الحية تمام يبقى دول هيعنوني على الافصار عشان اقدر ادخل بقى في رحلتنا ان شاء الله في الحلقات القادمة هبدأ ندخل في رحلة ادخل جوه الجدار جوه الغشاء جوه السيتو بلازم ابحث في العضيات تصغير لكلمة اعضاء داخل الخلية عشان اعرف متعتنا بقى هنا اعرف كل عضية شكلك تركيبك وظيفتك وهكذا استنونا لسه معانا الكثير والكثير من الحلقات لسه معانا الكثير من الصور والفيديوهات اللي هتعيننا وهتساعدنا على توصيل المعلومة ليكم بشكل جيد ساعدنا بلقاءنا معاكم النهاردة يا رب نكون اسعدناكم واستفدتم مننا على وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته